بعد أربع سنوات من الحرب لم تعد بهجة شهر رمضان كما كانت سابقا خصوصا في أسواق طور الباحة بمحافظة لاحق حيث تشهد الحياة تراجعا كبيرا في إقبال الناس على شراء المتطلبات الرمضانية قرأ انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت الوطيرة حق الشراء من الآن وعلى سابقا بسبب غلاء السعار المرتفعة والحرب المتواقد في المنطقة ما أدى إلى وقوف الحركة نهاية وسبب الرواتب أنه تتأخر من شهر إلى شهرين وكانت من قبل أكثر من كذا ما أدى إلى رقود المواطن بحوالي 40% من سحبيته المعتادة سنويا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية كالغاز المنزلي والوقود الناتق عن تدهور صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وانقطاع الرواتب الحكومية وعدم الانتظام في صرفها مصفوفة شكلت عبءا على كاهل المواطنين كما أضحت أحاديثهم التي لا تتوقف عدم توفر الرواتب بشكل منتظم شهريا وثاني سبب انقطاع الطرقات واستمرار الحرب منذ ما يقارب خمس سنوات إلى الآن وثالث سبب برضو احتكار التقار للمواد الغذائية الغاز ارتفاعه في شهر رمضان بالشكل القنوني وصلت إلى 4000 ريال وكمان سياسة الإخفاء للمواد الغاز على مستوى مديري طور الباحة هي الحرب خلفت كل هذه المآسي على المواطن ومثلما كانت نتيجة وسببا للفساد المتراكم وسوء الإدارة وغياب الاهتمام الحكومي بتحسين الوضع الاقتصادي للناس هي أيضا دافع لقشع التقار وأصحاب المحال للتلاعب بالأسعار في هكذا مواسم تأخذ رواتب الموظفين والجيش في قطاعات الدولة هذا واحد الثاني قشع التقار تمام الأمر الثالث عدم وجود قمعية حماية المستهلك وغياب القانون وغياب الدولة في بعض الأماكن وفيما يظل غلاء المعيشة واقعا سائدا في جميع الأسواق هنا يبقى تطلع الناس حاضرا لحياة كريمة وغد أفضل بعيدا عن الحاجة وشظف العيش سامح عبد الوهاب قناة بالقيس لا حجر